تواصل مصانع تركيب السيارات تسجيل أعلى مستويات الاستيراد على الإطلاق منذ بدء إنتاجها في السوق الوطنية حيث وصلت فتورة استيراد هياكل السيارات والشاحنات والحافلات النسب مصنعة والأجزاء المرافقة لها لأكثر من 1.3 مليار دولار في ظرف خمسة أشهر فقط مقارنة ب700 مليون دولار من نفس الفترة في 2016 حسب البيانات التي تحصلت عليها الشرق نيوز من مصالح الجمارك لتقود هذه الأرقام فاتورة الاستيراد نحو الأعلى وسجلت فاتورة استيراد هياكل سيارات السيحية وأجزائها الموجهة لمصانع التركيب لوحدها حوالي 1.1 مليار دولار في خمسة أشهر فقط مقارنة ب600 مليون دولار في 2017 وهو رقم يفوق بكثير عمليات استيراد المركبات الجاهزة في 2016 الذي لم يتجاوز في عام كامل 800 مليون دولار بينما سجلت هياكل الحافلات والشاحنات النسب مصنعة أكثر من 200 مليون دولار وتطرح هذه البيانات الجديدة أسئلة جدية حول نسبة الإدماج المحلية في تركيب السيارات وموقع شركات المناولة الجزائرية في هذه السوق ومدى جدية الحكومة لتطبيق وعودها بدعم هذه الشركات لتجنب نزيف إضافي لاحتياطات الصرفة فالأرقام الحالية تشير إلى استمرار تباعية بالكامل للأسواق الخارجية في هذه الصناعة التي تدعمها الخزينة العمومية وتتحمل جزءا من تكاليفها الكبيرة ترجمة نانسي قنقر